ندخل بخصوصيات الناس اشقد من عدنا اليوم ندخل بالصغيرة وكبيرة بحياة الناس فلان عاف فلان سوى فلان شي فلان هالشكل ونبدأ نحكي عليهم نبدأ نحلل نحلل ونقضي ساعات وساعات من حياتنا فقط بالتدخل بحياة الناس الشخصية هذا الشي مشمولين احنا كلنا بها مو بس انتو احنا ايضا لانه وصلنا لدرجة من الفراغ اليوم بدل ما نصلي من اجل الناس نبدأ نتكلم عنهم جقد من عدنا اليوم يروح لحفلات الزواج ربنا يبارك كل المتزوجين ونرجع للبيت قبل ما ننام نصلي من اجلهم قبل ما ننام لكن نرجع للبيت نقول شفتي فلان شانت لابسة شفتي فلان شون سوى ففتي فلان معرف شينو واجبنا احنا اليوم كمسيحيين بانو نبني واحد الاخر لما نروح الى الجناز لما نروح الى التعزية بعيد عنكم لما نرجع الى البيت بدل ما نصلي من اجل الانسان اللي انتقل للحياة الابدية والالم اللي دا يعيشه العائلة مالتا نرجع الى البيت ونقول شفتي فلان ما بيشت شفتي فلان ما كان لابس اسود شفته فلان كان دا يضحك اذا قضينا وقتنا اليوم بدل التدخل في حياة الناس وخصوصياتهم بالصلاة من اجلهم عالمنا وعوائلنا وتربيتنا لأولادنا راح تكون كل الزينة ومبنية على اساس قوي اعرف نفسك يا انسان لا تتهرب من حياتك باتهام الناس الاخرين وتتصور بينهم تدى تسوي فتشي خير مدى تسوي فتشي خير ابني او بنتي اخويا اشتركوا في القناة